تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يقول هذا السائل كتب في آخر مصحف بلدنا عند ذكر سند الرواية أن جبريل أخذ القرآن عن اللوح المعفوظ عن رب العزة جل جلاله فما توجيهكم وما صحة هذه العبارة بل جبريل أخذ القرآن عن الله عز وجل جبريل سمع القرآن من الله ربنا سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجبريل سمع القرآن من الله والله تكلم بالقرآن وليس صحيحا أن جبريل إنما أخذ القرآن عن اللوح المحفوظ فقط ولم يسمعه من الله عز وجل فجبريل عليه السلام سمع القرآن من الله وأسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أسمعه لأمته نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر